عايز أعرف من حضرتك متى تتدخل العمليات الجراحية في أنقاص الوزن؟ طيب قبل ما أجابع السؤال ده أنا بشكر حضرتك وضيوف حضرتك الأعزاء لأنه طبعا المفترض علميا وكل الشروط العلمية والمواصفات العلمية أنه نحن في حاسة مملطة ديسيبنير تيم في علاج السمنة أنه هو فريق طب المتكامل في حضرتك وفرتي السيزتنا الدكتور هيلة والسيزتنا الدكتورة تغذية ينقصنا بس حد غضة صماء دي التيم اللي بتاع علاج السمنة سواء جراحيا أو طبيا يعني بنلجأ للجراحات السمنة بعد ما يكون سادة التغذية والطب النفسي والتخصات استنفذت كل دورها فبنلجأ للمشروط والمشروط دي آخر حل طبعا بنعتبر آخر حل طبعا فيه تطور كبير جدا في جراحات السمنة في الفترة اللي فاتت وتتعامل بالمنظار زي ما احنا يكون نسمعه والناس كتير عارفة وعندنا حدنا هتكلم إن شاء الله بشوية تفاصيل هسأل حركة عن الأنميع بس أنا كنت عايزة أعرفه وإمتى بعد وزن كامل لأن فيه ناس ممكن يبقى حد وزنه أقل من 100 كيلو وراح يعمل عملية وإمتى الوزن فعلا يستحق إن احنا نروح عشان لها قاعدة طبعا ولها شروط في حيث اسمها معامل كتلة الجسم أو البي ام و اي البي ام و اي ده اللي هو حصل اسمة الوزن على الطول مضروف في نفسه أو مربع الطول بدينا رقم اتفق عالميا على مجموعة قواعد وإمتى نعمل عملية وإمتى نعمل ماشية البي ام و اي الطبيعي بتاع بأي ابنان من 18 نص 25 اللي تحت 18 نص عنده نحافة أو يعاني من قلة الوزن الفوق الخمسة وعشرين مني بتدبقى من 25 إلى 30 منقول في زيادة في الوزن من 30 إلى 35 دي درجة الأولى من السمنة من 35 إلى 40 درجة تانية من السمنة من 40 إلى 45 درجة تالتة أو فوق ل40 مصطلح عام درجة تالتة وإمتى من التدخل الجراحين بنعنا هذا المقياس البيئة موائية معامل كتلة الجسم منقول المريض ده يحتاج يعمل التدخل الجراحة ولا لا بس برضو في الأساس فيه سؤال مهم جدا للمريض أنت جربت النظام الغذائي ولا لا جربت النظام الرياضي ولا لا أنت مشيت على النظام الغذائي ولا أنت عايز تعمل هي إيرة أو موضة وعايزين نعمل عملية لا طبعا لأن دخولنا في عملية حنقول في مشاكل طبعا في قصص طبعا لازم أتكلم فيها